موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرامة تصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانكلاب الفاشلة في تركيا وتحديداً خلال هذه الساعة التي نطلع عليكم فيها تركيا التي أصبحت عاملاً مهماً من عوامل السياسة في منطقة الشرق الأوسط منذ أن وصل بها حزب العدالة والتنمية إلى مستوى كبير من النهوض الاقتصادي والسياسي والعسكري هذه التركيا وباعتبار أنها قد أصبحت جزءاً من المشهد السياسي في الحياة العربية رأينا أن نتوقف عند دلالات ما جرى في ليلة الخامس عشر من يوليو العام 2016 العام الماضي المحاولة الانكلابية يعني ونحاول الإجابة عن الأسئلة الرئيسية الآتية أو الأسئلة الرئيسة الآتية ما علاقة محاولة الانكلاب التركي الفاشلة بالثورة المضادة للربيع العربي؟ هذا سؤال لماذا يشكل النظام التركي الحالي تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي من وجهة نظر إسرائيل؟ لماذا فشلت المحاولة الانكلابية؟ وما دلالة ذلك؟ دلالة بالنسبة لنا نحن العرب لأنه دلالات تهمنا كثير كيف يمكن أن يؤثر بقاء النظام التركي الحالي على ترتيبات الشرق الأوسط الجديد؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها أو مناكشتها في هذه الحلقة كونوا معنا مجموعة عوامل متضافرة تسببت في إفشال أكبر وأخطر عملية انكلاب حدثت في تركيا تركيا تعودت على انكلابات كثيرة لكن هذه الأخيرة كانت الأخطر والأكبر قبل عام من الآن بالتمام والكمال من هذه العوامل التي تضافرت يقضت جهاز المخابرات العامة وفاء بعض قيادات الأمن والجيش التركيين للقسم العسكري لأن هناك ناس يقسموا أيمان على الوفاء وعلى الالتزام وعلى تضحية ثم حالة السيسي حالة واضحة كذلك يقضت وشجاعت الشعب التركي وأخيرا جاهزية حزب العدالة والتنمية لمثل هذه السيناريوهات وبعض المصادفات الجيدة التي يمكن ترجمتها باللغة الدينية إلى عناية الله وحده هذه مجموعة عوامل عامة يعني تضافرت الحقيقة أن معظم هذه العوامل تنتهي إلى أصل واحد هو نجاح وكفاءة حزب العدالة والتنمية نفسه بزعمة الرئيس رجب طيب أردوغان لماذا؟ لأننا حين نقول أن رئيس جهاز المخابرات العامة التركي هاكام فيدان كان له الفضل الأكبر حين نقول أنه كان له الفضل الأكبر في أفشال المحاولة الانقلابية بعد نجاحه في الكشف عنها قبل أن تبدأ بساعات فقط فهذا يعني أن حزب العدالة والرئيس أردوغان قد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا درس مهم بالنسبة لنا نحن العرب هكذا هذه ثمار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ساعات فقط من حين اكتشف هاكام المحاولة الانقلابية واستطاع خلال هذه الساعات أن ينجز الكثير وأن يحمي الرئيس من السقوط في أيدي الانقلابيين وحين نقول أيضا أن رجال بلدية إسطنبول ورجال الحزب وغيرها من البلدية خارج إسطنبول قد أسهموا في إفشال المحاولة الانقلابية عندما خرجوا بحافلاتهم وناكلاتهم المختلفة لقطع الطريق أمام الدبابات والمركبات العسكرية وحماية مطار إسطنبول محاصرة المتمردين وحماية المطار الذي سطه بطفيت طائرة الرئيس أردوغان آنذاك حين نقول ذلك فهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية قد احطاط لمثل هذه السيناريوهات من وقت مبكر لأن هذا كان خروج منظم واضح أنه خروج مرتب ومنظم يعني كذلك من العوامل التي ساهمت في إفشال الانقلاب الإدارة الجيدة للأزمة إدارة حزب العدالة والتنمية إدارة الرئيس أردوغان هي أيضا سماء أخرى من سماء نجاح أردوغان وحزبه لأن الجماعة تلقوا الصدمة الأولى بديناميكية عالية بمرونة عالية ساعدت على إرباك الانقلابيين وأعطت دفعة أمل للشعب التركي شجعته على الخروج إلى الشوارع يعني ظهور أردوغان نفسه عبر شاشة التلفزيون والتلفزيون غير رسمي بواسطة هاتف لأحدى المذيعات وهو في حالة رباطة جأش يدعو الجمهور للخروج إلى الشوارع هذه الحركة وحركة ابن علي يلدرم الديناميكية للتواصل مع الفعاليات القاعدية للحزب والحكومة كل هذا أعطى الانطباع بأن الحكومة قوية وقدرة على إفشال العملية أعطى الانطباع للجمهور في الشارع يعني وهذا كله دور في تماسك الجمهور عند الصدمة الأولى والتماسك عند الصدمة الأولى طبعا هو الشرط الأول للبقاء والاستمرار بالإضافة طبعا إلى نضج المعارضة المعارضة أيضا تستحك التقدير في تركيا تستحك الشكر لأنها يعني لم تلتزم خط المماحكة كما هو الحال عندنا في اليمن مثلا هذه ليست معارضة للمماحكة ليست معارضة نكائية هذه معارضة لديها شعور بالمسؤولية أدركت أن هذه اللحظة لابد أن تصطف فيها مع الحزب الحاكم وبع الخصم الرئيس لكن في سبيل مصلحة تركيا لا في سبيل مصلحة الحزب أو النكاية بالخصم هذه كلها عوامل أظن أننا نحن العرب نحتاج إلى تدريسها في أدبياتنا السياسية الذي يهمنا نحن العرب في هذه الحادثة وأنثالها هو معرفة مدى ارتباطها بالثورة المضادة للربيع العربي يعني حادثة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لم يعد خافيا على أحد الدور الذي كامت به غرفة العمليات غرفة عمليات الثورة المضادة في التخطيط لعملية الانقلاب الفاشلة على حكومة حزب العدالة والتنمية نحن نستعير هذه العبارة عبارة الرئيس التونسي المرزوقي الذي سماها غرفة عمليات الثورة المضادة نستعيرها من المرزوقي وعلى الرغم من أن الحكومة التركية لم تعلن رسميا عن أسماء الدول المشاركة في تخطيط وتمويل عملية الانقلاب الفاشلة إلا أن المتابعين باتوا يعرفون تماما هذه الدول بالإسم لم يكن نظام محمد بن زايد الإماراتي لم يكن هذا النظام إلا بيدك من بيادك اللعبة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بيادك التي شاركت فيها عدد من أجهزة المخابرات الدولية هذه الخطة التي شاركت فيها أجهزة حديدة للمخابرات كما هو متوقع وكما دلت الرسائل المسربة من بريد السفير الإماراتي لدى واشنطن نفسه يوسف العتيبة يعني دور الإمارات يعني ممكن استنتاجه واستنباطه بسهولة وممكن أيضا إثباته عن طريق الوثائق التي ظهرت في تشريبات بريد العتيبة أظهرت هذه التشريبات حقيقة التعاون المشترك بين نظام أبو ظبي وبين المؤسسات اليمينية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في أمريكا وهناك علاقات مباشرة يعني مع إسرائيل وقد جاءت زيارة عبدالله بالزايد لتركيا بعد ذلك بأشهر قليلة بعد حدثة الانكلاب التي تؤكد تورط الإمارات في عملية الانكلاب وهناك إشاعات تتحدث عن دفع الإمارات عشرات المليارات من الدولارات لتركيا في سبيل العفو والصمت عن دورها الأمر لا يحتاج إلى وثائق وبراهين حسية للدلال على تورط أنظمة عربية في عملية الانكلاب ضد أردوغان لأنه قراءنا العقل وحدها تحسم ذلك فمن المنطقي تماما أن تتعاون أنظمة الثورة المضادة للربيع العربي ودى الدول الداعمة لهذا الربيع مدام في دول داعمة للثورة المضادة أكيد تكون في مواجهة دول داعمة للربيع وكما قلنا من قبل أننا أمام صراع محاور في المنطقة نحن تكلمنا عن وجود ثلاثة محاور في المنطقة محور إيران محور الديمقراطية بزعامة تركية محور إسرائيل الذي يضم الإمارات والسعودية ومصر محور إسرائيل الذي يضم كما قلنا مصر والإمارات والسعودية وغيرها من الأنظمة العربية الدكتاتورية يكف في مواجهة محور الديمقراطيات الذي على رأسه تركيا وكان الثورات الربيع العربي قد بشرت بالسعود أنظمة ديمقراطية عربية على الشكل التركية وهذا الأمر أخاف الجميع بما فيهم إسرائيل لأنه سيعزز من قوة النظام التركي المعادي لإسرائيل وحنثبت أن إسرائيل في حالة عدم مع تركيا كما يقول إسرائيليون أنفسهم وكان هذا سيقوض لو صعدت هذه الديمقراطيات كان سيقوض أركان الدكتاتوريات في المنطقة العربية وهو ما دفع محور إسرائيل لخوض حرب باردة وشرسة ضد محور الديمقراطيات طبعا هذا الكلام قد يقابل بالسخرية من البعض قائلا يعني كيف تكون إسرائيل خصم للنظام التركي مع أن حكومة أردوغان تعترف بإسرائيل وبين الدولتين من التعاون المشترك والسفارات ما هو معلوم هذا الكلام سنناكشه في الفكرة التالية حين نقول إن إسرائيل تعتبر النظام التركي الحالي نظام معادلها وتتمنى زواله تتمنى زواله فإن هذا الكلام ليس مجرد استنتاج منطقي لحكائق الأمور بل هو أيضا ما صرح به عدد من المسؤولين الإسرائيليين وبعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية في الأولى الأخيرة كما نشرت بعض المواقع لكن قبل أن نأتي إلى تصريحات الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن وقبل أن نحلل ونتناول شبهة العلاقة بين إسرائيل وتركيا دعونا نتوقف قليلا أو أولا عند الأسباب الحقيقية لهذا العداء بين الجانبين يعني بين تركيا والنظام التركي وبين إسرائيل من المفاركات الطريفة أن إسرائيل يعني تعد دولة ديمقراطية حديثة إلا أنها وهنا المفاركة لا تستطيع أن تعيش في محيط عربي ديمقراطي يعني هي ديمقراطية في الداخل لكن لا تستطيع أن تبقى ولا أن تعيش في ظل محيط عربي ديمقراطي وهذه حقيقة لا تكبل الشك إسرائيل تعلم يقينا أن الصعود الديمقراطية في الدول العربية سيؤدي إلى زوالها حكومات ديمقراطية عربية في المنطقة العربية جوار إسرائيل يعني زوال إسرائيل لماذا؟ لأن الديمقراطية تعني ببساطة إرادة الشعب وإرادة الشعوب العربية إرادة الشعوب العربية معروفة ضد وجود إسرائيل وإسرائيل لم تستمر حتى الآن إلا بحماية خفية وحثيثة من الأنظمة العربية الدكتاتورية المجاورة لها في المنطقة يعني لو لا هذه الأنظمة العسكرية المستبدة ما بقيت إسرائيل يعني عاما واحدا كما أن الأنظمة العربية الدكتاتورية نفسه تعلم يقينا أن بكاءها مرهم ببكاء إسرائيل إسرائيل والأنظمة العربية المستبدة يعلمون أن بكاءهم مرتبط ببعض لو راح واحد حيروحد ثاني لو أن إسرائيل موجودة لو زالت كثير من الأنظمة العربية ستزول لماذا؟ لأن الدكتاتوريات العربية ليس لها قاعدة شعبية تستند إليها في البكاء ما عندها الجمهور يحميها الدكتاتوريات العربية باقية ضد إرادة شعوبها التي تسعى إلى تغييرها وهي تعلم أنها غير قادرة على الصمود في مواجهة شعوبها إذا ثارت هذه الأنظمة الدكتاتورية في حالة فصام وشقاك مع جمهورها مع شعوبها وهي تعلم أنها لا يمكن أن تستمر إلا إذا كان معها جهة تحميها من الخارج ولهذا تلجأ إلى طالب الحماية من أمريكا أمريكا تشترط على هذه الأنظمة الدكتاتورية إذا أردنا أن نحميكم إذا أردتم عفوا أن نحميكم الطريق إلى أمريكا يبدأ من إسرائيل لابد تشترط أمريكا دائما علاقة جيدة مع إسرائيل ولأنه في الفترات الماضية الحكومات العربية لم تكن تجرؤ على الإعلان عن علاقتها مع إسرائيل بشكل واضح وصريح كانت تقيم علاقات خفية مع إسرائيل من تحت الطاولة لكي تضمن بقاءها وهكذا أصبح هناك علاقة مصيرية بين الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في الوطن العربي وبين وجود إسرائيل أصبحت إسرائيل بمثابة الحرز تميمة نسميه في اليمن حرز حرز حامي لهذه الأنظمة كل واحد يعلقها في صدره ولهذا رأينا كيف سارعت هذه الأنظمة إلى حضن إسرائيل بعد ثورات الربيع العربي أن كلهم راحوا على إسرائيل خوفا من شعوبهم طريقة مكشوفة وصارخة وأصبح اللعب الآن على المكشوف هذا منطق التحليل السياسي للأمور هذا منطق التحليل السياسي للأمور عن علاقة الأنظمة الدكتاتورية بإسرائيل طيب ماذا عن منطق الإسرائيلين أنفسهم تجاه تركيا واتجاه ثورات الربيع العربي تعالوا وشوف في علاقة إسرائيل بتركيا هناك نقطة لا يحب أن يتوقف عندها خصوم تركيا العرب في خصوم تركيا عندنا في المنطقة العربية يحاولون التشويش على الموقف التركي من الكضية الفلسطينية ومن كضايا شعوب المنطقة فيقولون مثلا يشككون في سلامة موقف النظام التركي بالقول أنه يقيم علاقة مع إسرائيل كيف تزعمون أنه نظام محب للعرب وأنه في مصلحة العرب وأنه مع الربيع العربي وأنه يقيم علاقات مع إسرائيل هذه النقطة التي لا يتجاهلونها هي أن النظام أردوغان قد ورث علاقة الدولة التركية بإسرائيل من النظام السابق ولم يصنعها يعني هو لم يصنع علاقة مع إسرائيل وإنما ورث علاقات الدولة التركية والنظام التركي السابق يعني ورث هذه العلاقات ومن ضمن هذه العلاقات علاقة تركيا بإسرائيل وليس في إمكان أردوغان أن يتخلص من هذه العلاقة إذا أراد في هذه المرحلة تحديدا لماذا؟ لأنه لو حاول ذلك لو حاول قطع العلاقة مع إسرائيل بشكل مباشر وأبدى لها من الجفاء والعداء بشكل واضح لفتح على نفسه النار من كل اتجاه وهو في غنى عن ذلك وهذا ما حدث بالفعل عندما أزعج إسرائيل ببعض المواقف والتصريحات خلال السنوات الماضية ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة محاولة إقلابية هي عبارة عن حلقة في مسلسل للتآمر على النظام التركي بسبب موقفه من إسرائيل والديكتاتوريات العربية وإلا ليش بيتآمروا عليه لماذا تشترك هذه الأنظمة في التآمر على تركيا؟ أنظمة بعضها غربي بعضها إقليمي كله بسبب مواقف هذا النظام من إسرائيل وديكتاتوريات العربية هذه النقطة الواضحة لا يحب العربي المعادي لنظام أردوغان أن يتذكرها لكن طبعا الإسرائيليون لا ينسونها أبدا الإسرائيليون يتذكرنا جيدا وإن كانوا حريصين على كتمانها حتى لا يمنح أردوغان مزيد من الشعبية ومع ذلك فإن الحقيقة مثل الزكام يقولون الحب والحقيقة مثل الزكام لا بد أن يظهر في فلتات اللسان وكبل أيام قليلة يومين تقريبا أو ثلاثة كان رئيس الموساد الإسرائيلي السابق شابتاي شافيت كان يصف تركيا بقوله أنها أحد اللاعبين الرئيسيين المشاركين في إعادة تشكيل منطقة الشركة الأوسط ويتهم النظام التركي بأنه نظام إسلامي معادل لإسرائيل معادل لإسرائيل لا يمكن الاعتماد عليه كما يقول شافاط أما مركز يرشاليم لدراسة الجمهورية والدولة الذي يرأس مجلس إدارة دوري غولد وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي السابق أيضا فقد قال أن قطر وتركيا تشتركان في دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وهو ما يوجب التعامل معهما بنفس الأسلوب يعني الحصار والقم والإسقاط إن أمكن هذا كلام مراكز دراسات وكلام مسؤولين إسرائيليين والمركز هذا نفسه قال في ورقة صدرت قبل أيام أن تركيا تستضيف عناصر إرهابية إلى جانب تقديمها دعم عسكري ولوجستي ومالي لتنظيمات إسلامية إرهابية تعبن في سوريا مش عاجبهم الإسرائيليين شغل تركيا في سوريا عاجبهم شغل الإمارات مثلا فيش عندهم مشكلة وطالب هذا التقرير بفرض الحصار على تركيا ومقاطعتها لثنيها عن ما يسميه مواصلة دعم الإرهاب هذه إذن هي حقيقة العلاقة بين تركيا وإسرائيل في هذه المرحلة من وجهة نظر الإسرائيليين وليس من وجهة نظر العرب المماحكين مرحبا بكم من جديد وجدت الشعوب العربية التي ثارت ضد أنظمة الفساد والقمع والتخلط والعمالة وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الثورة المضادة لربيعها العربي باستثناء الدعم المعنوي والدولوماسي الذي قدمته كله من كطر وتركيا وأحيانا كان فيه دعم مالي ولهذا أصبحت كله من كطر وتركيا هدفا للإشاعات والأكاذيب أكاذيب مصنوعة في مطابق الأجهزة الاستخبارية لدول المحور الإسرائيلي في المنطقة من بين هذه الإشاعات أو من بين أشهر الإشاعات التي يروجونها ضد النظام التركي كولهم أن النظام أردوغان يسعى إلى استعادة الأمجاد الإمبراطورية العثمانية ويسعى إلى الهيمن على المنطقة العربية من جديد ويحلو لهؤلاء أن يضعوا تركيا في سلة واحدة مع إيران ومثل ما قلنا هذا منطق أجهزة استخبارات لا منطق تحليل سياسي لأن القياس على إيران كي يسفاسد تركيا ليس لديها ثورة خمينية تحتاج إلى تصدير ليس لديها إيدولوجيا مختلفة عن إيدولوجيا المجتمعات السنية حتى تفكر في غزوها وخلخلتها من الداخل كما تفعل إيران وتركيا توجهاتها تنموية أصلاً يعني تنموية اقتصادية وليس التوجهات الثورية كما هو الحال مع النظام الإيراني سلوك النظام التركي توجهه التحديات التي تكف أمام تركيا للأطماع التوسعية كما هو الحال عند إيران التحديات التي تكف أمام تركيا هي التي توجه سلوك النظام التركي وليس الأطماع في بارك كبير القياس فاسد بين وضع تركيا وإيران في المنطقة وبالتأكيد لدى تركيا طموحات سياسية مثل كل بلد كبير في العالم وفي التاريخ لكن هناك فرق كبير أيضا بين أن يكون لك طموح مشروع وأن يكون لك أطمع غير مشروعة كما والحال مع إيران تركيا مثلها مثل كطر يعني تركيا مثل كطر كل منهما يحاول حماية نفس من المخاطر التي تحتك به عن طريق الحركة خارج الحدود خير وسيلة للدفاع الهجوم كما يقولون كطر مهددة وجوديا وسياسيا من قبل المملكة السعودية ومن قبل الإمارات الثاني الدولتان لهما أطمع في كطر من زمان وكطر تدرك ذلك ورأت أنه لابد من حماية نفسها بطرق كثيرة من هذه الطرق أن تنتشر في الخارج أن تتمدد خارج حدودها عن طريق الإعلام عن طريق السياسة عن طريق المال عن طريق تركيا أيضا مهددة سياديا إن لم يكن وجوديا من قبل الغرب الغرب الذي يريد تركيا مسجونة بين حدود الجغرافيا والتاريخ والعرقية والحقيقة التي يجهلها الكثير من الناس من العرب تحديدا هي أن الغرب في الفاترات الماضية تحديدا كان إذا تحدث عن الإسلام فإنه يقصد في الغالب تركيا إذا تحدث عن المسلمين فإنما يقصدون تركيا في الغالب وهناك تاريخ من الشحن العاطفي ضد تركيا في المجتمعات الأوروبية الغرب يخشى تركيا يخشى أن تخرج تركيا من عزلتها وتتصل بالكتلة السنية النائمة فتوقظها لأن تركيا بمقدراتها وتاريخها تشبه القاطرة والعرب المكتورة تشبه الرأس بالنسبة للجسد الإسلامي السني وقيادة تركيا للكتلة السنية الضخمة هنا ستكون قيادة رمزية معنوية طبعا على شاكلة الكومونولف البريطاني مش قيادة بالمعنى التقليدي الكلاسيكي وهذا الكلام ألمح إليه أردوغان نفسه ذات خطاب وهذا تحديدا هو ما يقلق الجانب الغربي الغربي يخشى أن تقيم تركيا نوع من الكومونولف العثماني أو الإسلامي ويمكننا التعرف على هذا القلق من كلام برنارد لويس برنارد لويس برنارد لويس أهم مستشرك بريطاني في الخمسين أو في الستين سنة الأخيرة هذا الرجل قضى معظم حياته في دراسة الشرق الأوسط وتحديدا تركيا والخلافة العثمانية تعالوا نستمع إلى برنارد لويس وهو يتحدث عن مخاوفه ومخاوف الغرب من وراء مشروع الدوغان هو ممكن أن تركيا والإرانية ت変ير الشرق الأوسط حوي على تركيا المسلمين قدوم بتحديدا أنه إستمر الوظ directions ومانت في مرات العثمان الوظيفة بمختلف كنقل المنطقة كان لتحديدا بالمحاول على الم Ch Special of He took of the Human Education ومانت في تحديد أسترد من أعجم den الوظيفة ومانت في الوظيفة ومانت في التعريصة الأول ما الذي لم يكن على قد يستطيع أن يكون في الماضي يكون في الماضي المدينة في تركيا هو المددية وقد يستطيع أن يكون مدينة قد يستطيع أن يملكونه ويستطيع أن يكون يتحدث مرة أكثر في المستوى في الإسلامية يقدم أيضا في صورة يتحدث عن المدينة قالت أن المنطقة العربية لقد تساعدت عاما ولكن المنطقة العربية تقوم بشكل أهم في الناس المتحدثين المنطقة العربية العربية تساعدت ونحن نريد أن نتعرفه لكن لماذا لا يجب أن هناك المنطقة العربية؟ أعتقد أنه مقارنة مقارنة السلوك يقدم القضايا العربية الكبرى على المدى البعيد قضايا الديمقراطية التحرر من الهيمنة الخارجية قضايا التنمية أيضا إذا تحقق السلام العادل في المنطقة لأنه لما يكون عندك دولة بتنافس اقتصاديا وتنمويا ستدفع دول المنطقة إلى منافسة أيضا ومنطقة أراد منها الغرب أن تظل منطقة استهلاك استهلاك فقط وهذا طبعا أنت عندك عدد من ملايين يعني حين يستهلكون هذا يخدم مصانع الغرب يخدم مصانع الصين يخدم عدد من الأمم المجاورة وليس هناك أي مخاوف حقيقية من هذا الدور التركي على الإطلاق لا تركيا الحديثة تقدر على هذا ولا تحتاجه ولا لديها إيدولوجيا ثورية كما قلنا تهدد نسيج المجتمعات العربية كما هو حال إيران ومن ثم فإن تخويف العرب من تركيا هو عمل استخباراتي فقط يقوم به أشباه مثقفين محسوبين على هذه الأجهزة دعونا إذن نتخيل شكل مستقبل المنطقة إذا ما ظلت تركيا في حالة صعود والتركيا طبعا ستظل في حالة صعود مستمر بالتأكيد إذا لم تتعرض المؤامرة كبيرة في السنوات الكليلة القادمة من العوامل المستقبلية التي ستسهم في مزيد من الصعود التركي تحرر تركيا من التزاماتها في العام 2023 تحررها من التزامات معاهدة لوزان اللوزان الثانية التي وقعت عليها في العام 1922 هذه المعاهدة التي حرمت تركيا من التنقيب عن النفط وجعلت ممر البسفورة التركي ممر دولي لا يحق لتركيا تحصيل رسومة وهي رسوم طبعا ستكون عالية جدا يعني ملايين الدولارات وأوروبا تدرك أن لدى أردوغان أجندة أجندة طويلة مشروع طويل لتحويل تركيا إلى دولة قوية تنافس الصين وبريطانيا تنافس الصين تحديدا على الأقل طبعا نحن نتساءل هنا كيف سيكون شكل الشرق الأوسط بحضور تركيا القوية في المستقبل من الواضح أن بكاء نظام أردوغان لعشر سنوات أخرى سيعزز محور الديمقراطية في المنطقة هذه شبه معلومة وسيضعف محور إسرائيل اللي سمينا محور إسرائيل والديكتاتوريات العربية وسيضعف أيضا محور إيران لماذا؟ بالنسبة لمحور إيران فقد ألقى كل ما لديه من أوراق كل ما عنده من أوراق القوة واللعب في المنطقة ألقاها أصبحت مكشوفة لم يعد لديه من المدخرات شيء سمعة هذا المحور أصبحت في الحظيف تردت كثيرا جدا بعد معاركه في سوريا واليمن والعراق حزب الله الذي كانت سمعته في الفضاء خسر الكثير من التعاطف الشعب العربي الحوثيون كدموا نموذجا كبيحا للغاية في اليمن آثار إيران في المنطقة عموما مثل آثار الفيلف في الغابة عبارة عن دمار وخراب وخطاب طائفي كبيح وتمزيق للنسيج الاجتماعي إيران تعاني الآن حتى في داخل أزمات كبيرة في داخل إيران تحاول عن طريق قوة البسيج والأمن السيطرة عليها وتكتيم أصوات المعارضة داخل إيران إيران بهذه الظروف أو المحور الإيراني بهذه الظروف جميعها لكي تدخل في منافسة مع تركيا تحتاج إلى وقت طويل وانسحاب من المعركة العسكرية في البلدان التي عابثت فيها لم يعد لدى إيران أي بريق يمكن أن يكدمها في المنطقة هذا بالنسبة لمحور إيران بالنسبة لمحور إسرائيل فهذا محور مترهل أيضا ملغوم بالتناقضات والمشكلات مصر على شفى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي وضعها الاقتصادي في غاية السوق وينذر بانفجار اجتماعي وثورة اجتماعية في داخل مصر ليس في وسع السيسي عمل أي شيء في الوقت القريب فما بالك بمنافسة تركيا على المدى المتوسط السعودية أيضا كذلك لديها أعباء هائلة نتيجة سياساتها الخارجية الفاشلة ونتيجة حروبها الخارجية الأكثر فشلا ونتيجة خذلانها الكبير للكتلة السنية الكبيرة التي كانت تنتظر أن تقودها في أسوأ لحظة تاريخية تمر بها هذه الكتلة السعودية خضلت أهل السنة في كل مكان وهذا سيدفعهم إلى خذلانها السعودية أصبحت محاطب بالكارهين لها من كل اتجاه كأنها كعبة الكراهية الإمارات أيضا وهي عنصر مهم في حلف إسرائيل أصبحت عبارة عن بيت خشبي بيت صحيح جميل لكنه لا يحتمل إشعال النيران فيه دبي قوة دبي قائمة على سمعتها على أمنها هذه إذا تعرضت لأي هجمة أو صاروخ ستكون ضحية يعني لمغامرات محمد بن زايد الخارجية والأهم من ذلك كله أن هذه الدول ليس لديها في الوقت الراهن مقدرات حقيقية لمنافسة تركيا يعني باستثناء إلى حد ما إسرائيل لكن إسرائيل أيضا تعاني إسرائيل صحيح أنها يعني تمثل دولة صناعية تقنية ديمقراطية لكن مقية مقدرات إسرائيل لا تمنحها منافسة تركية لا يوجد شعب في المقام الأول لا يوجد شعب ولا يوجد لها سوق كبير وأظن أن السوق هذه في المنطقة العربية ليس من السهل أن تدخل إسرائيل بشكل صريح في السوق العربية إلا عبر شركات كما يقولون هم يعني عبر شركات أجنبية يعني بالشراكة إذن إسرائيل لا تمتلك مقدرات منافسة تركيا في المدى المتوسط والقريب وعندما تمتلك هذه المقدرات سيكون الزمن قد طوى صفحة هذا المحور بالكامل وأصبحت تركيا في نقطة متقدمة إذن الشرق الأوسط سيكون لتركيا في اليطوط طولة في المستقبل القريب إذا لم يحدث لا قدر الله أي مؤامرة كبيرة على تركيا لأنها الآن هي الحصان الرابح وهي أكثر دولة تمتلك مقدرات ومؤهلات قيادة المنطقة منطقة الشرق الأوسط في الفترة الكريبة في الفترة المتوسطة يعني على المدى المتوسط في الأخير نحن في اليمن وصلنا إلى طريق مسدود هذا الذي يجري من حولنا كله نحن لسنا رائبين أساسيين فيه هذه اللعبة نحن فيها مجرد بيدك نتحرك من تحركنا أياد خارجية وأصابع خارجية وهذا بسبب فشل الحياة السياسية في اليمن بسبب حالة الفساد والاستبداد التي أنجزها النظام السابق في اليمن قادنا هذا النظام البائس إلى حالة فشل سياسي كامل لكل القوى السياسية في اليمن جعلتنا كما قلنا دائما مجرد بيادك على ركعة الشطرانج يلهو بها الشقيق والصديق نحن حتى الآن يعني التحالف العربي وصل إلى طريق مسدود في اليمن لم يجز شيء حقيقي لليمنيين وذياب الانكلاب مستمتع بهذه النهاية المؤسفة للشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية المواطن اليمني البسيط وهم بالملايين هؤلاء البسطة أصبحوا في وضع يعني تعبر عنه تلك النكتة التي تقول إن عربيا اتصل بصديقه في اليمن يسأله كيف الدنيا عندكم فأجابه اليمني الدنيا عندنا خلصت كدهنا في الآخرة بنتعذب يعني هذا هو الوضع وللأسف الشديد أصبحنا لحنا كادرين نعاتب هذا الطرف ولا نلوم هذا الطرف أصبحنا فعلا في طريق مسدود ونسأل الله أن يقيم لهذا البلد يعني من يخرجها من هذا الوحل أظن أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة